تعال اقول لك على افضل 3 مشروبات بتزود معدل الحرق افضل هم المشروب الثالث تعال 1- المية فيها بحث اكدت ان شربه نص لتر من المية فيما يعاد الكوبيتين قبل الاكل بيتزود معدل الحرق من نسبة 25% غير ان المية كمان بتسد الشهاية 2- الشاية الاخضاء بيكون غني بمضادات الاكسادة اللي بتزود معدل الحرق وبتضرط السموم من الجسم وكمان غني بالكافين اللي هنقول فوائده في المشروب الثالث بس قبل ما نروح للمشروب الثالث انزل اعمل لايك وشاير الفيديو عشان غيرك يستفاد ونجي بقى للمشروب الثالث هو القهوة خصوصا لو قهوة عربي فيها حبهان عبارة حرفيا عن مكنة حرق لانها بتحتوي على الكافين اللي بينشط المخ وبيزود التركيز وبيقلل كمان الاكتئاب وفكرة انه بينشط المخ فيزود معدل الحرق لان المخ هيحتاج طاقة عشان يشتغل وافضل معادل شرب القهوة الصبح او قبل التمرين وما تزودش عن كوبايتين قهوة في اليوم وما ينفعش يتشرب القهوة لو انت مريد قلب او مريد سكر او لو انت حامل اشتركوا في القناة